أباح الخير طلاب صف الرابع اليوم عدنا موضوع جديد بالقراءة بعد النشيد اللي قدمتها لكم ستشدة مشكورة طبعا عدكم موضوع جديد هو المحادثة والتعبير الكتابي شنو عنوانه؟ آداب الحوار اليوم رح ناخد موضوع جديد هو آداب الحوار شان نتكلم مع الأشخاص اللي يتكلمون معنا خاصة إذا كانوا أكبر من عدنا أكو قواعد وآداب نتبعها بالتكلم مع الآخرين يعني مو هوسة ولا هاي لازم قواعد وآداب نتبعها لما نتكلم مع الآخرين خاصة إذا كانوا الآخرين أكبر من عدنا مثل ما تعلمنا بصطاف منطيكم الدرس عبارة عن نقاط بس النقاط مخربطة يعني مو بالتسلسل إحنا بالدفتر ش رح نسويها؟ نكتب العنوان لي فوق وبعدها رح نبدأ نرتب المعلومات بالسرة من غير ما نكتب رقم واحد واثنين وثلاثة مثل ما تعلمنا بصطاف من غير ما نكتب واحد واثنين وثلاثة رأسا نكتب نسويها على شكل قطعة إنشائية وبين كل نقطة ونقطة رح نسوي فارزة من قطع بدون ما نحط الأرقام مثل ما قلت لكم هذا الدرس حتكتبوه واتزوليها الواتساب مع الحفظ مع الحفظ لازم تحفظوه كل واحد يجزليا تسجيع صوتي إنه حافظة هسا رح أقرار لكم النقاط والشار رح نسويها بالتسلسل وبعدها رح أشرح لكم عليه النقطة رقم واحد هنكتبها بداية الورقة أول شي نترك مجال مثل ما تعاودنا وبعدها لح نبدي نكتب من غير ما نكتب نقطة رقم واحد أتحدث مع الآخرين بهدوء وأصغي إلى من يحدثني ولا أقاطعه حتى يتم كلامه أدنا ثانيا بس من غير ما نكتب النقطة نحط فارزة من قطة نبدي وعلي أن أتجنب السخرية من كلام المتحدث حتى إذا كان لا يرضيني وراها رح أتفارزة من قطة أبدي نقطة رقم ثلاثة من غير ما نكتب النقطة وأتجنب كثرة المزاح كما علي أن لا أتدخل فيما لا يعنيني وراح أتفارزة من قطة نقول تطبيقا لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ونحط الأقواص لأنه هذا حديث نبو شريف وراها فارزة من قطة وعدنا النقطة الأخيرة وعلي أيضا أن أتلطف في مخاطبة الآخرين وأتجنب النميمة والغيبة هذا هو موضوعكم اليوم آداب وقواعد الحوار مع الآخرين أكتبها بالتسلسل بين نقطة ونقطة فارزة من قطة بالبداية أترك فاصلة وراح أدزوليها الواتساب وأشوفها مع الحفظ أعيد وأكرر مع الحفظ تحفظوها على الغيب هي بسيطة مجرد خمس نقاط رح أشرح لكم إياها القواعد اللي نتحدث بها مع الآخرين أول شيء أتحدث مع الآخرين بهدوء وأصغي إلى محادثتهم ولا أقاطعهم حتى يتم كلامه يعني لازم من أجل أتكلم ويش خصص يكون لا كلش ناصي بحيث ما يسمعني ولا كلش عالي بحيث أو أصل لفكرة أنه أنا دعت عاركوية أو صوتي مرتفع ويسوي ضوضاء له ويزعج المقابل أتكلم بصوت معتدل هي يسمعني والصوت واضح أصغي إلى من يحدثني يعني لازم أسمع اللي يتكلم معي حتى لو كان الحديث ماته يعني ما يعجبني أو ما يهمني بس لازم أصغي لأنه من آداب الحوار مو واحد يحكي ويعوف ومشي أو واحد يحكي ويعقول لك كافي كافي هذا الكلام ما يعجبني لا لازم أكمل لحد النهاية وأني أسمع له ولا أقاطعه حتى يتم كلامه يعني ما يصدره وده يتحدث وأقول لك كافي ما أريد أسمع اسكت هذا الكلام ما يهمني هذا الكلام ما يعجبني لا هذا خطأ وعيد لازم أسمع له لحد ما يخلص آخر كلامه أدنى ثانيا وعلي أن أتجنب السخرية من كلام المتحدد حتى إذا كان لا يرضيني يعني ما يصدراني الشخص المقابل يده يحتي أنا أجي أستهزئ بالكلامات يمعود هاي تجدت تحتي أو مثلا يحتي واني أضحك أليه أو مثلا يقول لان مدى فتهم عليك تجدت تحتي هذا عيب هذا الشي عيب لازم ما أسخر من الكلام يعني ما أستهزئ بالكلام اللي يقوله المقابل وأبقى أنتظر يخلص وبعديا يلا أقول له مثلا هذا الحدش اللي قلته يعني يعجبني أو ما يعجبني أو أجاوب على قد السؤال اللي يسألني هاي نختاركم اثنين ثالثا وأتجنب كثرة المزاح كما علي أن لا أتدخل في ما لا يعنيني معناتها أنه مو كل الأوقات أنه الشقة وأضحك المزاح يعني الشقة والضحك مو كل الأوقات هو شقة وضحك أكو أوقات بها جد واحد لازم يحتي بثقافة وبعقلانية وأكو أوقات للشقة مو كل الأوقات كل ما يحتي واحدة أني أستهزئ بحتي وأضحك على حتي وأشياء قوية لا أكو أوقات للضحك أكو أوقات أنه لازم أتكلم بها بجد كما علي أن لا أتدخل في ما لا يعنينيها كلش مهمة واحدة من آداب الكلام أنه مو كل شي أتدخل بي حتى لو واحد ديحت ويا شخص ثاني أنا رأساً أجي أقف بنصهم وأتدخل بلحتي مالتهم أول شي هذا معناته أنه أنت قاعد تصنط عليهم وهذا الشي عيد والنبي منع من هذا الشي الإسلام ميحث على أنه وتسمع الآخرين أول شي يدل على أنك تسمعت إلى حاجهم ثاني شي أي بتدخل في شي ويعني مو يمك شخص زيحت شوية ثاني وتتجي تدخل بيناتهم هذا الشي كل شي بس إذا واحد وجه لي السؤال أنا أجاوب على قد السؤال رابعاً تطبيقاً لأرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت هذا حديث نبوي للرسول صلى الله عليه وسلم يحث المؤمنين على أنه إذا صحيح تنت أنت مؤمن وصحيح أنت متبع الإسلام يا أما تقول كلام طيب وبي خير يا أما تسكت أحسن لأنه كل ما تقول كلمة خير وكلمة زينة المقابلك سيفرح بهذا الكلام وإذا قلت كلام خبيث أو كلام يؤذي المقابلك الشخص المقابلك سيكون مقهور وأكو حديث نبوي شريف ثاني يقول الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة فدائماً إذا تريد تتكلم مع الشخص المقابلك يعني أوزن الكلام ماتي وأشوف هذه الكلمة ماتي اللي حقولها تأذيه أو تجرحها أو تقهرها فأتجنبها وما أقولها دائماً أكون كلام لطيف مثلاً بارك الله بيك مثلاً إذا سألني سؤال أجاوب على قد السؤال أو إذا ما كان عندي إجابة أظل ساكت أحسن أحسن بما أقول كلام يزعج الآخرين ويقهر المقابل وأخذنا موضوع سابق قلت لكم أنه لما أريد مثلاً أريد أجاوب شخص أو أسوي عمل ويا شخص أحض نفسي بمكانه وأشوف هذا الكلام رح يجبني إذا كان موجه إلي أو لا يقهرني أو لا يلا أبدي أتكلم مع الشخص المقابل عدنا نقطة رقم خمسة وعلي أيضاً أن أتلطف في مخاطبة الآخرين وأتجنب النميمة والغيبة يعني تكمل للنقطة الرابعة أتلطف في مخاطبة الآخرين يعني دائماً أكون كلامي طيب وكلامي حلو وأجاوب على قد السؤال اللي أسأل يا ما واحد يسألني سؤال أنا أبقى أحجي ثلاث ساعات أربعة بحيث يعني أضوجه وأتعبه لا على قد السؤال جواب ودائماً يكون الكلام ماتي بكلمات طيبة وكلمات حلوة تفرح الشخص المقابلي أتجنب النميمة والغيبة معناتها ما أنافق على الآخرين ولا أحجي عليهم بغيابهم ولا دائماً مثلاً أقول وشفت هذاك شنو سوى وشفت هاي شنو حتت لا أتعد عن هذه الأشياء وخاصة النفاق ما أتكلم على صديقي بسوء ما أحجي مثلاً على صديقي وهو ما موجود صديقي ويايا بالمدرسة وبصطف ولمني غيب أنا أحجي علي شفت فلان وصخ شفت فلان إغش شفت فلان كذب لا هذا حتي يعني مو عيب جداً وما محبب أبتعد عن النميمة والغيبة هذا هو درسكم لهذا اليوم هو آداب الحوار أهم شي إنه الشخص المقابلي من يتكلم ويايا أظل ساكد وأسمع الحوار مات لحد ما ينتهي أبتعد عن السخرية وما أستهزئ بالحدش مات أسمع الكلام إذا عندي كلام حلو طيب أقوله إذا ما عندي أسكت تطبيقاً لأرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم أهم شي ما أتدخل بأشياء ما تتعني لي مو أي واحد يحتي أنا أجاوب إذا السؤال موجه لي أجاوب إذا السؤال ما موجه لي أنا ما أجاوب وأبتعد عن النميمة والغيبة هتكتبوا ليها على شكل قطعة إنشائية لفوق العنوان أداب الحوار بعدين أترك شوية فاصلة وأكتب النقاط بالتسلسل بدون ما أكتب نقطة 1-2-3 كل ما أخلص نقطة أسوي فارزة منقوطة ووراها رأسا أكمل النقطة الوراها بدون ما أكتب النقاط وهذا الدرس للحفظ هذا الدرس يا طلاب للحفظ ترجمة نانسي قنقر